أشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمق العلاقات المتميزة ما بين مصر واليونان وتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات والمستوى المتميز من التنسيق السياسي ما بين الدولاتين حول القضايا ذات الاهتمام المشتركة وخلال لقائه برئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوكاتيس على همش انعقاد قمة الأوروبية الأفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر سواء على مستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي والتي تعكس متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين ومن جانبي أكد رئيس الوزراء اليوناني خصوصية الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين معربا عن ترحيبه بالتقدم الملحوظ في مستوى التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية فضلا عن حرص بلاده على موصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى أفاق أوسع خاصة في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الرهنة بمنطقة الشرق الأوسط كما تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين على كل الأصعضة إلى جانب تناول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك